مكون وفق هيئة الاستثمار كشركة أموال إذا كانت شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ويا ريت تخلي بالك مين مراقب الحسابات بتاح إيه اللي جاب مراقب الحسابات دور مراقب الحسابات اللي القانون رسموا دور خطير جدا وبيقف بين مجلس الإدارة وبين المساهمين يقيم أداء مجلس الإدارة إنهما بيعملوا شغلهم بالشكل الصح في الوقت الصح بالتكلفة الصح ويطمئن المساهمين وبيختم ما هو الختم ده هو طمئنتهم طمئنتهم طمئنت المساهمين وهو المسؤولية طبعا ده في القانون الجديد ده من سنة 81 والقانون ده موجود وشغال المحاسب القانوني مسؤول عن الختم اللي بيحققه طبش معنى المحاسب القانوني لأنه هو الوحيد القادر على قراءة لغة الأرقام اللي بيتدولها مجلس الإدارة فهو يعرف لغتهم ويعرف ليف وشه ناحية تانية يكلم المساهمين ويفهموا من الدنيا مستقرة زي ما وعدناك ونعمل كذا 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 الوعود بتتحقق وده برجع أشير تاني لدور الأستاذ إسلام اللي هو شريك التمويل والاستثمار لأنه هو اللي بيلعب اللعبة دي بيحط الخطة ومن خلال السيستم اللي بيحطه بقى عندنا برضه في الشركة في الزعطية حمدي ده شريك تقنية المعلومات والأنظمة والإمبليمنتيشن هو ده اللي بيكفل أنه يقيس لحظيا ما يتم في الخطة فلو سادتك بتقول أنا ليه خبرات مؤلمة في الشراكة الخبرات المؤلمة منشأة إيه؟ منشأة أن أنا وعدتك وعوده ما تحققتش لأ حضرتك خش في كيان قانوني مرأب حساباته وقاين بدوره في سيستم بيقيس لحظيا زي ما احنا بنعمل كده فتقدر تقرأ مستحقتك لحظيا ويطمئنك إلى صحة البيانات قيامنا بأعمال المراجعة احنا عندنا الشريك المراجعة لأستاذ عامر هو اللي بيقوم بالدور ده القيام بأعمال المراجعة وفق أصول مهنة وفق معايير فيطمئن المساهمين إن ما وعدكم به مجلس الإدارة يتم تحقيقه أولا بأول واللسيبك في آخر الفترة لما تلاقي الدنيا لا كل كوارتر بيديك تقرير إيه اللي بيحصل ده شايف الشركة فيها إيه آه أول بول لو فيه أزمة نلحق مش نستنى لما دينا البوص وإنت كمان لك الحق كمساهم أو كشريك في إجراءات بتضمنها هيئة الاستثمار طبعا وهيئة الاستثمار بتتعامل مع الموضوع ده بمونتهى الحزب آه يعني برضو احنا نقول لنا ولا علينا طب إيه فرق بقى هنا يا دكتور يعني هل ده كافي يعني هل الحديث بتقوله ده كافي للمشاركة أكثر من الاختراض كافي جدا على فكرة هو المشاركة المعوق الرئيسي لها لو أنا عايز أسميه فهو عدم الشفافية سيارتك بتخش في المكان يا طرى كذبه الله أعلم طب كذبه الشهر ده ولا الشهر اللي جاي مش عارفين طب اللي قاله عليه تحقق مش عارفين برضو طب حيوزعه الشهر ده ولا اللي بعده الله أعلم طب رئيس مجلس دره لو طلبناه حيرد علينا ما بيردش آه الشفافية الشفافية دي القانون رسم لها مصار إلزامه يبقى حافظت على نفسك وحافظت على فلوسك وحافظت على استثماراتك طبعا ولن تشعر بالتخوف من الدخول في استثمارات زي كده ولن يشعر في المقابل كمان صاحب البزنس أنه يدعوك كمشارك لأنه برضو لما تروح لصاحب البزنس يقول له عايزين مشاركين يقول لك يا ويعودوا يسألوني جبت إيه ودت إيه لأ حضرتك أنا ما يكنت الأسئلة هما ولا هيسألوك ولا ما يسألوكش كل واحد ليه مستحقاته هتروح له على موبايله من غير ده الدور اللي بيعمله أستاذ عطية ما يكنت كل شيء ما يكنت إن الكلام ده يروح لك على موبايله كنت مش محتاجة تفحص مع التلفون على حد ده يقود عجلة الاستثمار إلى مكان تاني خالص يغير بس بس ده مش معروف مش معروف أزمتنا كلها الثقافة أحنا بسمعناش عن الكلام محتاج يا دكتور برضو محتاج كتير قوي أنت تصل بهذه الأنظمة الرائعة دورك يعني أنا بقول حدك دوركك ألميين أحنا مفتقدين الثقافات دي أحنا عندهم طيب وبناء عليها دكتور التحدي الرابع يعني حضرتك ذكرت التحدي العامل النفسية والتخطيط أي والتمويل التحدي الرابع بقى برضك هنا إعادة هيكلة هيكل العملة إعادة رسم هيكل العملة طبعا ده كلام يعني إعادة هيكلتها إزاي أيها أنا حنزل الترجمة أهو كلمنا أيها دايما نحنا وإحنا في القطاع المتوسط بنبقى مشغولين يبقى عندي عميل كبير عميلين كبار عشر أكبار مع إن اللي مكتوب في الكتب مش كده اللي مكتوب في الكتب إنها لازم يكون عندي قاعدة عملة قاعدة على شكل الهرم من تحت عريضة ومن فوق اللي هي نقطة وحيدة فإحنا محتاجين يكون دايما عندنا عملة كتير تحت لو حبيت تسميهم عملة متوسطين صغيرين سميهم ده ما تسميهم ده ما عبناش في حاجة لست عملة كتير تحت وبعدين الطبقة دي تبقى عملة أكبر بس عدد أقل بعدين عملة أكبر بس عدد أقل عملة أكبر بس عدد أقل حد ما نوصل لقمة الهرم يكون يبقى عندي عميل واحد كبير طب ده إيه علاقته بدخلنا على مرحلة خلينا نسميها مرحلة تحوط إيش عايزة أستخدم لفظ الاسم ده جميل آه مرحلة أزمات لأ 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 خلينا نسميها مرحلة تحوط مرحلة تحوط أنا محتاج يبقى عندي عدد كبير من العملة لأن ارتباطي بعميل كبير واحد أي هزة بسيطة عند العميل الكبير ممكن يترطب عليها هزة كبيرة عندنا نتيجة أننا المعتمد عليه هو الوحد مع أن الهزة عنده هو بسيطة لكن نتيجة أننا هو ده كل ما أملك في الحياة فالهزة البسيطة عنده بالنسبة لي ممكن تدمرني فليس من الحكمة أبدا أن تعتمد على عميل واحد كبير عملين كبار لأ لازم يكون عندي قاعدة بيانات قاعدة عملة كبيرة وطبعا ده بيقابلك بسؤال والله يا أشاب بيه كلامك حلو جدا ويا ريت والله تشوف لنا أي زرار ندوس عليه طلع لنا منه عملة مش حكة عاستقولي كده مساتك في البزنس وعارف الكلام ده أنا بسمع بتركيز لأن ده هو ده هو ده البزنس هو ده كل حاجة أي حد يسمعني دقاتي هيدا المصلحة في الحتة دي أي حد يسمعني لو تقول لي والله ده شاور لنا بس على الزرار اللي هندوس عليها جيب عملة ده بقابلني ده العميل بنجيبه بالمرار فعلا كلامك صح ولذلك احنا بنتكلم عن حاجة برضو خدمة بنقديها في الشركة عندنا وهي ميكانة الحصول على العميل هي دي كمان فيها ميكانة عندنا الموانس محمد إبراهيم ده الرجل بتعلقتي بتاعنا وده شركنا في الحتة المتخصصة العميقة دي بيعمل حاجة خطيرة جدا بيربط كل السوشيال ميديا بلاتفورم الويبسايت بتاعك بيربطه بالإير بيه وياخد الكلمات اللي بيلقيها المستهلك ويمكن هو غير ملتفت إليها فيه كلمات دي تكون رغباته ملاحظاته شكواه ويبعث لك كلام ده على CRM في السيستم بشكل ميكانيكي ونرجع نكلف سطف بالرد عليه بشكل منتظم الكلام ده كلام جوهري جدا واحنا مفتقدين وللغاية